في كتير ناس طبعا احنا منعرف الشخص المسلم الذي يؤمن بالمسيح يعتبر مرتد وكافر وينبغي التخلص منه يعني اذا اي شيء على الاقل يطرد من العائلة والشيء الغريب لانه في الاسلام بيربطه موضوع الدين والدولة والسياسة والاقتصاد كله في بعضه لكن في المسيحية في فصل دين عن الدولة يعني مش كل مسيحي هو يعني مسيحي فعلا المؤمن بالمسيح اللي اتغيرت حياته مثل ما ذكرت الشيء الثاني بتصير يعني ضد المؤمن كل انواع الاتهامات انت كأنك تركت خنت عيلتك خنت وطنك خنت دينك خنت النبي خنت لكن بالواقع انا بشوف اللي امن في المسيح صار عندهم محبة اكتر لعيلتهم يعني لما انت كنت بتسب وبتجدف طب ما انت لو موت كنت راع على جهنم هل بيكونوا مبسوطين انك راع على جهنم بس لانه اسم مسلم يعني هاي الاشكال اللي مش المغالطة اللي هي فبيعتبروا الانسان خاين مرتد ينبغي قتله بينما في المسيحية في طبعا سيادة الله المطلقة الكاملة مع مسؤولية الانسان يعني الله اعطاه حرية انه الانسان يختار وكثير مسيحيين بروحوا للإسلام بسبب زواج بسبب يعني كثير اليوم في مسيحيين بقدروا يتطلقوا فبيصير مسلم عشان يقدروا يتطلق يعني كأنه رخصة انه يعمل اللي بديهاته فبس ما فيه اي مسيحي بهدد انت صرت مسلم ينبغي قتلك اكيد اخني زار يعني هاي الفرق اللي عاوز اقوله الفكرة اخني زار هي جاية من الناموسة الثقافي الشرق اوسطي في مثل ممكن انتصار لك كثير بنورث امريكا واكيد تتذكر هو اللي ينكر اصله ما له اصل فدايما كنت اسمع من اشخاص انه انت نكرت اصلك اللي ان انا ما نكرت اصلي انا بعدني جسديا انتمي لهذه العيلة وقانونيا على الاوراق انا انتمي للعيلة وانتمي للدين لكن ما بتهمني الاوراق انا يهمني قلبي انه تابع ليسوع المسيح انا ما نكرت اصلي لما اخترت عيش بسلام مع الله انا ما نكرت اصلي لما اخترت عيش كشخص محب كشخص مسالم كشخص متصالح مع نفسه متصالح مع الله وكشخص مثل ما بيقول بولس الرسول صانع سلام انا ما عندي مشكلة اذا بتقوله نكر اصله او نكر دينه او ترك اهله وفي اشخاص حتى مسيحيين مع الاسف يعني ما بيعرفوا المسيحية الحقيقية ما اختبروا تغيير او محبة الله مزبوط سألني شخص منهم قال لي قديش عطتك الكنيسة قلت له الكنيسة قالوا لي بعض اللي يعطيوني اياه ما كمل لانه لسه في اللي عليك ما دفعتهم لانه لازم تدفع لي اياهن فقال لي نحن بنعرف ما بنعطي قلت له ليش تجيب لي الفكر المسلم انه انت صرت مسيحي لانه بيعطوك مصاري قال لي لو كان انت شو استفدت قلت له انا استفدت واللي ربحته شي كبير هو مستني شي مادي قلت له استفدت خسرت الزنة خسرت الكذب خسرت الاشياء اللي هي مش مقدسة بحياتي ان كان علاقات مش مقدسة خارج اطار الزواج ان كان افكار مش حلوة ان كان اهداف كانت مش حلوة فلما قال لي انت خسرتهم هاو دي قلت له وربحت محبة الله او ربحت التصالح مع الله وربحت أكثر اللي هو أنا فيه سلام نعم هذا أخ نزار اللي تختبروا هذه الأفكار اللي بتكون حواليك من أشخاص إن كان مسيحيين أو مسلمين لسه الأشخاص المسلمين بيفكروا عكس